تركيا تقلب بوصلتها فبين عداء في العلن ومصالح في الخفاء تبدلت وجهتها على ما يبدو فبعد اتصال بين أردوغان ولابيد قاد للإعلان عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين أنقرة وتل أبيب أردوغان يبحث مع الرئيس الإسرائيلي تمتين العلاقة بعد سنوات من القطعة الاتفاق بحسب تل أبيب جاء تتويجا لتفاهمات عميقة حول كل القضايا محل الخلاف مع أنقرة واليوم أردوغان نفسه يخطب ود القاهرة ودمشق ويؤكد الحاجة إلى عودة العلاقات إلى طبيعتها مع القاهرة في أسرع وقت ممكن ويدعو إلى ضرورة الإقدام على خطوات متقدمة مع دمشق مشيرا إلى عدم استبعاد الحوار والديبلوماسية بين الدول ما السر وراء هذا التحول المفاجر نرحب بضيوف هذا الحوار الليلة من أنقرة الكاتب والبحث السياسي جاه التوز من القاهرة رئيس المجلس الاستشاري للمركز المصري للدراسات الدكتور عبد المنعم السعيد ومن القدس الكاتب والبحث السياسي شلومو جانور أهلا وسهلا بكم جميعا معنا الليلة إلى هذا الحوار الذي أبدأ من تركيا أستاذ جاهد تحولات كبيرة حقيقة في السياسة الخارجية التركية نشهدها مؤخرا يعني قطار أنقرة الدبلوماسي يسير في اتجاه جديد أستاذ جاهد ويتوقف على ما يبدو في أكثر من محطة نتساءل معك الليلة لماذا تحاول أنقرة اليوم لملمة أوراقها المتعثرة خصوصا في الشرق الأوسط الحقيقة السياسات التي تتابعها تركيا في آونا الأخيرة هي لا تتعلق بالجوار وإنما هذه السياسة تتعلق بالملفات على مستوى الدولي وأخيرا رأينا الدورة التركية تحديدا بما يتعلق حل المشكلة الحبوبات وأيضا الدورة التركية تحديدا في حرب بين أوكرانيا وروسيا فلذلك تركيا تحديدا عندما ننظر إلى سياساتها خارجية تحديدا في أحد حزب عدالة والتنمية نرى أن تركيا دائما تكون توازن بنحية علاقاتها توازن مع الدول كلها ورأينا هذه السياسة أيضا بما يتعلق بين القطب الروسي بجانب وأيضا حلف الشمال الأطلسي بجانب آخر فلذلك أيام الأخيرة نشهد كثير من الخطوات انصح التعبير بين القوصين جديدة بما يتعلق سياسة خارجية تركيا بإمكاننا تفسير هذا الموضوع بالشيئين الشيء الأول هو التحولات على مستوى العالم طبعا في سياسة لا نستطيع أن نتحدث عن شيء ثابت فلذلك يتم تغيير السياسات عند الدول في حال تغييرات أو حال على حسب التطورات سواء كان على الصعيد الداخلي سواء كان على الصعيد الخارجي سواء كان على الصعيد السياسات العالمية فلذلك هذه التغييرات في السياسات العالمية أعتقد تؤدي تركيا إلى بحث عن سياسة جديدة النقطة الثانية تركيا الحقيقة عانت بكثير من المشاكل تحديدا بعد اندلاع السورات العربية في المنطقة وكثير من المنظمات الإرهابية هاجمت على تركيا وتركيا منذ زمان قامت بكثير من العمليات العسكرية ضد هذه المنظمات الإرهابية وبالتالي هناك كثير من اللاجئين متواجدين في الداخل تركيا وهذه أيضا تحمل هذه الأمور كلها للمستقبل بإمكاننا صعب بالنسبة إلى تركيا لأن اتحاد أوروبي لم يلتزم بوعودها مع تركيا وأي دولة أخرى وأيضا تركيا تنظر إلى سياسات في المنطقة كلها كل أزمات لازم تحال من خلال استخدام آليات سياسية هذه سياسة تركيا كانت في ليبيا وإلى الحد الآن في ليبيا وهذه سياسة تركيا أيضا في سوريا فلذلك لما ننظر إلى تصريحات رئيس أردوغان ووزير خارجية تركيا منذ سنوات لأخيرا يتحدثان عن حل هذه الأزمات من خلال استخدام آليات سياسية وأيضا في نفس الوقات تركيا تحترم بوحدة الأراضي الدول سواء كان في الجوار سواء كان على مستوى العالم فإذا ننظر بهذا الشكل نفهم بشكل واضح أن هذه التغييرات كلها أيضا تؤكد مرة أخرى أن التركيا تريد أن تأخذ دور في كل أزمات وفي كل ملفات دور الصلح فهذه هي التفسير سياسة يمكن صفر مشكلات التي كان قد أعلن عنها قبل فترة وزير الخارجية بل الوزير التركي السابق أحمد داود أوغلو كان ذلك بال2009 أستاذ جاهد عندما تحدث أول مرة عن صفر مشاكل سأعود إلى هذه النقطة وإلى أيضا إنعكاسات هذه السياسة الجديدة على الداخل وحاجة الرئيس أردوغان لذلك أيضا دكتور عبد المنعم أهلا وسهلا بك أيضا معنا الليلة في هذا الحوار يعني كنت قد بدأت في هذا القطار في هذه الجولة التي تقوم بها أنقرة القطار توقف خلال الساعات الماضية بمحطتين دمشق والقاهرة يعني أردوغان نفسه أكد الحاجة على عودة العلاقات إلى طبيعتها مع القاهرة وقال أيضا يجب الإقدام على خطوات متقدمة مع دمشق دكتور عبد المنعم هل يمكن لهذا التحول أن يحصل بهذه السرعة بعد سنوات من البعد والاختلاف في الكثير من الملفات؟ هو لا يزال تحول في اللهجة وفي الألفاظ أكثر منه في الواقع فعلى عكس ما قاله الزميل من أنقرة الحقيقة أن السياسة التركية خلال العشر السنوات الماضية صارت في كل ما هو نقيد لما كان في العشرة سنوات السابقة لها والتي قامت على سياسة وزير الخارجية داود أغلو في ذلك الوقت على صفر مشاكل بعد ذلك تركيا تورطت في كثير من الزعات تركيا تدخل بقوات عسكرية إلى العراق ككل أونة وأخرى تقوم باحتلال أجزاء من سوريا حاليا ترسل قوات عسكرية ومستشارين عسكريين وغيرهم وأسلحة إلى ليبيا متورطة في نزاع أزربيجان وأرمينيا أيضا بأشكال مختلفة الحقيقة أن تركيا الآن دفعت ثمنا كبيرا ثمنا اقتصاديا وثمنا استراتيجيا وبدأت تسعى إلى نوع من المصالحة لكن ليس بذات الجرأة التي استخدمت فيها القوى العسكرية من قبل نجحت في أنها تقيم علاقات جيدة مرة أخرى مع الإمارات مع السعودية لأنها في الحقيقة لا توجد إشكاليات جيوسياسية بين الدولتين وتركيا إنما في الواقع السوري والواقع المصري الأمر مختلف تماما سوريا هناك قوات تركيا على الأراضي السورية لابد من حديث حول تسوية الأزمة السورية من ناحية ثم مرة أخرى أن تواجه تركيا قضياتها مع الأكراد بشكل أكثر شجاعة لا يقوم على عمليات القهر والترويع فيما تعلق بمصر فهناك ثلاثة ملفات أساسية كلا هما لا تزال معلقة ملفة تعلق بمنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط حيث لا تزال تركيا من آني للآخر تقوم بعملية اختبارات قوة يعني يمكن أن تتلفاها تماما بالتعاون إذا أرادت من خلال التوقيع على الاتفاقية الدولية لقانون البحار هناك أيضا الملف الليبي الذي كانت هناك تفاهمات مصرية تركية من قبل ساهمت في أن الوضع في ليبيا يكون أكثر استقرارا وأنه من الممكن فتح مفاوضات من أجل التوصل إلى انتخابات في ليبيا لكن منذ فترة قصيرة أصبحت تركيا مرة أخرى تتحدث عن الغرب الليبي وكما لو كان هو محمية تركية الأمر الثالث يتعلق طبعا بجماعة الإخوان المسلمين رغم أن هناك تغيرات إيجابية حدثت خلال الشهور الماضية إلا أنه لا يزال هناك جماعة تتمتع بالتمويل والتأييد السياسي والإعلامي التركي بطبيعة الحال نقاط ثلاث أشرت إليهم دكتور عبد المنعم تجعلني أفهم أنك تشكك لربما في إمكانية تحقيق هذا التقارب على المدى القريب هذه نقطة سأعود إليها في سياق حوارنا أرحب بسيد شلومو جانور من القدس معنا الليلة سيد شلومو آخر ما حققته تركيا عودة العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع إسرائيل بعد أكثر من عقد من القطيعة الدبلوماسية على الأقل إن أمكنني القول ذلك ما الذي جعل بتقديركم ذلك يتحقق الآن؟ تفضلت وذكرت بأن المحطات لكثار المساعي التركية أعتقد بأن المحطة الأولى كانت إسرائيل فعند إعادة العلاقات الطبيعية والدبلوماسية الكاملة بين البلدين بين تركيا وإسرائيل هي سبقت المحطات الثانية والثالثة التي أعقبتها السياسة التركية في نظر تركيا وفي نظر إسرائيل تركيا تعتبر إسرائيل جسرا وأيضا مدخلا للولايات المتحدة لتحسين وضعها السياسي في أعين الإدارة الأمريكية الحالية لتخفيف وطأة الانتكوان الذي تتعرض له تركيا للتعاون فيما يتعلق بشركي بحر الأبيض المتوسط خاصة فيما يتعلق بموضوع مد أنبوب الغاز وأيضا بالنسبة لاتفاقات إبراهيم بدون هذه المواضيع ليس كان بإمكان تركيا الوصول إلى استئناف العلاقات مع السعودية وأيضا مع اتحاد الإمارات وهذا مما جعلها كالعودة إلى المنطقة وكسر العزلة التي عانت منها الاستفادة هي متبادلة ومبنية على المصالح المشتركة لكل من البلدين في إسرائيل وقعيين بأن الرئيس أردوغان ليس يعمل من منطلق براجماتي ليس له أيديولوجية يسعى بكل كواه لتحسين الأوضاع الاقتصادية التركية بغية تحقيق انتصار في العام القادم لعادة انتخابه كل هذه هي بجالات وأما بالنسبة للمواضيع المختلف والمتباين عليها فهناك اتفاق بين البلدين اتفاق على عدم الاتفاق حول المواضيع المتباين حولها ومنها الموضوع الفلسطيني هذا هو أساس العودة من العلاقات لا شك أن عودة العلاقات بعد 12 سنة من القطيع ربما بدأنا بعد أمل شهر عسل على أمل أن يدوم سنوات ومستقبل أطول شهر عسل أتى بعض خلافات يا سيد شلومو بعض انتقادات لربما وجهت للدول التي تقاربت من الجانب الإسرائيلي هذه نقطة مهمة أستاذ جاهد هل حقيقة المصالح المشتركة التي أشار إليها السيد شلومو جانور الآن بين الجانبين هي التي دفعت أنقرة لاتخاذ هذه الخطوات سيدتي لازم أن نفصل بين شيئين أول شيء هناك بعض الملفات الأساسية بالنسبة إلى سياسات تركية لا يمكن تنازل عنها على سبيل المثال بما يتعلق علاقات تركيا وإسرائيل لا يمكن تنازل على الملف الفلسطين بالنسبة إلى تركيا هذا خط أحمر بالنسبة إلى تركيا وسياسات تركيا في هذا الجانب ستستمر على الوضعها الحالي والماضي والمستقبل ستستمر بهذا الشكل هذه النقطة النقطة الثانية بما يتعلق على التحولات الجديدة ووفق التحولات الجديدة متابعة سياسة جديدة ونحن الآن الشيء اللي نحن نتحدث عنها هو المتابعة إلى السياسة الجديدة لأن كما قلت قبل قليل هناك كثير من التحولات على مستوى العالم تحديدا بجانب ولاد المتحدة الأمريكية بجانب إتحاد أوروبي وبجانب روسيا والصين وهناك حروب بين الدول الحروب غير معلنة فلذلك السياسة هذه التي تتابعها تركيا جاءت بعد هذه التحولات كلها على مستوى العالم وبالتالي هناك حاجات جديدة بذلك تكون أنقرة قد تقرب الدور الكبير لتلعب إسرائيل في المنطقة هذا لا تعني أن تركيا تعطي الدور كبير للإسرائيل لكن هناك كثير من الملفات تركيا بحاجة إلى إسرائيل وإسرائيل بحاجة إلى تركيا وتعاون تركيا مع الإسرائيل في هذه الملفات تحديدا نقل غاز إسرائيلي إلى دول الاتحاد أوروبي هذا أيضا ستفيد إلى الدول بجوار فلذلك أنت لا تستطيع أن تنفذ هذه المشاريع الكبيرة على مستوى العالم وعلى مستوى الإقليم وأنت في حرب مع الدولة الإسرائيل ومع الدول الأخرى السياسة بجانب الحقيقي تابع السياسة في مصطلح براغماتي الدول لازم يكون براغماتي لأن إذا أنت تقطع علاقتها الكامل مع أي دولة من الدول نحن في المدارس في الجامعات تدرس للطلاب في علاقات سياسية وديبلوماسية ففي هذه الحالة إذا تقطع علاقتها كلها مع الدول أنت لا تستطيع أن تبني أي شيء جميل هذا التصريح بما يقوص علاقتك مع هذه الدولة وأيضا لا تستطيع أن تلعب أي دور على مستوى السياسة مع الدول في المنطقة نعم فلذلك أختي الكريمة أنا أعود بعد إذنك مرة الأخيرة أنا أعود أن لازم كما قلت فصل بين السياسات الأساسية بالنسبة إلى تركيا والسياسة الجديدة التي تتابع تركيا وفق التحولات على صعيد الدول وعلى صعيد المنطقة فلذلك هذه السياسة التي تتابع تركيا ليس لمصلحة تركيا فقط بل إنما لمصلحة الدول بالمنطقة كلها لأن لا توجد أي دولة من الدول في المنطقة أن تلعب هذا الدور بهذه المستوى في المنطقة مع الدول الأخرى لما ننظر بشكل واضح أن تركيا في نفس الوقت كثيرة علاقاتها مع الروسيا الجيدة ومع يعني اعذرني المقاطعة لكن كثيرة كانت الدول في المنطقة التي دعت إلى هذا التعاون والتنصيق في فترة ما ووقتها كان الجانب التركي لوحده هذا سؤال سأذهب به للدكتور عبد المنعم سعيد هذه القراءة التي أتى بها الآن أستاذ جاهد تجعلني أذهب لأتساءل إن كانت تركيا اليوم اكتشفت نفسها أنها كانت تغرد خارج السرب وعادت لتصحح هذا المسار هل فهمت دكتور عبد المنعم هذه السياسة الجديدة من هذا المنطلق يعني لا شك أن جميع دول المنطقة تأثرت بتغير المناخ الدولي سواء منذ بدأت أزمة الكورونا الكبيرة أو في ما قبلها من نتائج ما سمي بالربيع العربي من حروب أهلية التغير أيضا مع الحرب الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من أمور قريبة من المنطقة وأصارت أزمات للطاقة والغزاء وبالنسبة لتركيا في الحرب قريبة للغاية يعني وهناك حرب أزربيجان وأرمينيا كل المنطقة في الحياة حدثت فيها تغيرات كبيرة دفعت الجميع إلى أن يكون براجماتيا وأن يكون هناك دعوة إلى التهديئة والمصالحة في المنطقة وبالفعل جرت يعني مياه في هذا الاتجاه فيما تعلق بالإمارات وتركيا والسعودية وتركيا والآن إسرائيل وتركيا لكن فيما تعلق بمصر والسورية المسألة أكثر تعقيدا وهنا تحاول تركيا أن تحصل على ما هو كثير دون أن تقدم شيئا في جوهر الموضوع جوهر الموضوع السوري التركي يقوم على أمر على الاحتلال التركي لأراضي سوريا وقيامها بالوصاية على منطقة إدلب الشمالية وأيضا القضية الكردية التي تنمو في المنطقة بأشكال مختلفة سواء في تركيا أو في سوريا أو أيضا في العراق وإيران دون مواجهة هذه المشكلة أو هذه القضية ليس من السهل أن تتحسن العلاقات التركية السورية مع مصر هناك أمون استراتيجية لا يجب أن ننسى أن العلاقات الاقتصادية المصرية التركية سائرة حتى أثناء فترات الخلاف الكبيرة بين البلدين لأن البلدين وجد فيها مصلحة أيضا الطيران التركي موجود في القاهرة باستمرار إنما بالنسبة للأمور السياسية والاستراتيجية سواء تتعلق بجماعة الإخوان المسلمين هناك مبدأ أساسي في العلاقات الدولية السلمية يقول بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى تصريح السيد أردوغان يتحدث عن الرغبة في الإقابة عن علاقات طيبة مع الشعب المصري الشقيق العلاقات الطيبة تقام نعم مع الشعوب لكن أيضا مع الدول والأساس هو الدول لأن النظام السياسي والدولة المصرية هي الممثلة للشعب المصري أيضا لا تزال تركيا تلعب أدوارا سلبية في الأزمة الليبية وتزيدها تعقيدا دكتور عبد المنع وأيضا سياساتها في الشرق البحر العبيد أستفيد من وجودك معنا دمشق حتى الساعة لم تعلق على هذه الدعوة أو على هذا الموقف التركي كيف تتوقعون أن يأتي الرد المصري هذه المرة لا يجب أن أقول أن سوريا تتصرف من منطلق سيادتها على كامل التراب السوري ومن ثم فإن تكتيكاتها وتصريحاتها سوف تتناسب مع هذه الحقيقة يعني ربما هذا توقف على قدر الضغوط الكبيرة الداخلية الواقعة على سوريا أما من نسبة لمصر فنحن نشجع كل تطور إيجابي في التحركات التركية لكن هنا أنا أقول رأيي كباحث أن هذا ليس كافيا وأن هناك حاجة مسأة إلى مزيد من السلوك التركي على الأرض وفي القضايا الأساسية كما فعلت مع إسرائيل وكما فعلت مع السعودية وكما فعلت مع الإمارات عندما دخلت إلى لجب المسائل وتم تحديد القضايا بأن هناك قضايا يمكن التفاوض حولها والاتفاق عليها وقضايا تظل على الرف كما يقال مثل القضية الفلسطينية هنا ممكن أن أتفاهم ذلك لكن ذلك ليس معلم من الجانب التركي الجانب التركي يتحدث في عبارات فتفاضة عن الرغبة في علاقات جيدة مع الشعب المصري ولا توجد أي مشكلة بين الشعب المصري والشعب التركي واضح فهذه تلاعب شوية بالألفاظ وليس حديثا في السياسة هذا التخوف يجعلني أتساءل مع السيد شلومو جانور عن ما تنتظره لربما إسرائيل من التقارب الجديد يعني البيان الأخير أكد بأن هذا الاتفاق على عودة العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين جاء تتويجاً لتفاهمات عميقة حول كل القضايا محل الخلاف هل يمكن الوثوق بهذا الكلام سيد شلومو كلنا أمل بأن هذا سيتم فعلا ولكن من جهة ثانية هناك تفاهم من كلا الطرفين بأن العلاقات سيسودها مد وجزم ومن هنا تم الاتفاق على بناء جهاز لفض النزاعات أو لحل البشاكل بين البلدين بالطرق السلمية بالطرق الديبلوماسية بين وزارتيا الخارجية وأعتقد أن هذا هو المدخل السليم لحل المشاكل لعدم تكرار المشاكل التي وجهت العلاقات تيلة العقدين الأخيرين من جهة ثانية لا يراودنا أي شك هنا في إسرائيل بأن حجر العصر في العلاقات سيكون أحد المواضيع الموضوع الفلسطيني ولكن نجهة ثانية علينا نسفر بأن هذا الأسبوع الذي تم فيه الإعلان عن إعادة العلاقات الدبلوماسية والكنسولية وكامل العلاقات بين البلدين تم بعيدة انتهاء العملية العسكرية في غزة ولذلك هناك تفاؤل بأن تكون هذه العلاقات إيجابية على المدى القريب كلما يريد الرئيس أردوغان الاستبرار في هذه العلاقات واضح واضح سيد شلومو أستاذ جاهة توز استمعت إلى السيد شلومو جانار وإلى الدكتور عبد المنعم في بعض المخاوف من إمكانية تطبيق كل ما تقوله أنقرة خليني أسألك هل يرافق هذه السياسة الجديدة التي أعلنت عنها أنقرة والتي تريد بالفعل الغوص في تفاصيلها مع أكثر من محور هل يرافقها تنازلات أنا الموضوع لا أرى أنه يخص بالتنازلات أو ما تنازلات ضيفك الكريم يتحدث من قاهرة يتحدث عن ملفات وليس أي علاقة بهذه التطورات أو بعض سياسات التي أتت بها تركيا فيها علاقة مباشرة خلينا ناخد بس موضوع سوريا سوريا وحده موضوع لو وحده خلي أختي الكريمة أشرح الموضوع خلي أشرح الموضوع تفضل خلينا أشرح الموضوع أختي الكريمة تفضل أستاذ جاهد يعني حتى في داخل كلام هناك أشياء غير مقبول ومعقول أن الموضوع بشمال سوريا هذا ليس احتلال لازم نحن نواضح هذه الأمور ولازم نتحدث عن الحقائق الوجود تركيا في شمال سوريا ومكافحة الإرهاب ليس لها أي علاقة مع أراضي سوريا ولا مع النظام بسوريا ومع الأكراد هذا حرب مكافحة الإرهاب مع حزب عمال كردستاني PYD وي بي جو وسابقا كان مع الداعش فهي جانب جانب الآخر الموضوع ليس علاقة بأن تركيا تتنالزل وتركيا تتحدث وهذا ليس كافية يا أختي الكريمة قبل قليل أنا قلت لا بد أن نفصل بين الخطوط الحمراء بجانب سياسة التركية الحقيقية وأيضا بجانب السياسة الأخيرة التي تتابعها تركيا هذه تطبيع علاقات بين تركيا والمصر لم تأتي هذه إرادة لم تأتي بإرادة جانب واحد هذا جاء بإرادة جانبين سابقا نعرف كثير من الفرص أو وسائل من خلال وسائل أن السيسي كان يحاول لتطبيع علاقتها مع تركيا وكثير من الأشخاص على مستوى الأشخاص على مستوى المؤسسات هذه الرواية نعرفها تماما وقد أعلن عنها أكثر من جانب من تركيا هذا ما تعلن عنه تركيا هذا ما تعتبره حتى بما يخص سوريا أنا بدي أعطي حق رد للدكتور عبد المنعم لأنه هو من تحدث عن هذه النقاط استمعت دكتور عبد المنعم مسألة المنطقة الآمنة هي فقط لحماية أمن تركيا لمكافحة الإرهاب كما يقول الأستاذ جاهد كيف يمكن تفسير ذلك وهل يمكن لهذه المسألة أن تقف عثرة أمام أي تقارب المرتقب الموضوع السوري هو ملك سوريا من وجهة النظر المصرية مصر ده قضايا محددة أنا ذكرتها تتعلق بمنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط تتعلق بموضوع الإخوان المسلمين تتعلق بليبيا إنما جميع دول المنطقة ضد الإرهاب ولو أن كل دولة أخذت من الإرهاب وسيلة لأنها تأخذ مناطق أمنة وتقوم باحتلال لا يوجد أي شيء يمكن أن يقال عن توابط قوات عسكرية في دولة أخرى إلا أن اسمه احتلال ما لم يتم ذلك ما بين على أساس من اتفاق بين الحكومة الشرعية والحكومة التركية ما لم يتم ذلك فنحن إذن أمام أمر يسمى في العالم وفي القانون الدولي أنه احتلال الحرب ضد الإرهاب حرب مبروكة ومطالب بها الجميع لأننا نواجه هذا الخطر سويا نحن سنواكب رحلة هذا القطار اللي بدأناها الليلة وشكرا لضيوف هذا الحوار من القاهرة رئيس المجلس الاستشاري للمركز المصر للدراسات دكتر عبد المنع سعيد أشكر ضيفي من أنقرة الكاتب والبحث السياسي جاه التوز وضيفي من القدس الكاتب والبحث السياسي شلومو كانوا شكرا للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر